حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض ازاي نسب التعريف الطابعة لكانون بيكسيما TR4640 يعني اول فقرة معنا سنتعلم ازاي نعرفه عن طريق الكابل اليو سي بي وتاني فقرة سنتعلم ازاي نسب التعريف الطابعة من خلال الراوتر الواي فاي لكن لو حبيت تعرف ازاي تطبع من الهاتف مباشرة فانا سأساب لكم رابط تحت في خانة الوصفة اسفل الفيديو ده هيعلمك ازاي تطبع من الهاتف مباشرة في الطابعة فلو يهمك الموضوع تابعندي بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومزيكم اخينا من ايه اخبركم ايه ان شاء الله اكونوا بخير وفي افضل حال معاكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي وحلقتنا النهاردة سنعرف مع بعض ازاي نسب التعريف الطابعة الكانون بيكسيما TR4640 مرة من خلال الكابل اليو سي بي ومرة من خلال الراوتر الواي فاي وان شاء الله الحالة لنلقى عجبكم واول فقرة سنبدأ بي ازاي نسب التعريف الطابعة من خلال الكابل اليو اس بي فهنروح دلوقتي حالا للكمبيوتر او اللاب توب ونسب التعريف الطابعة فى يلا بينا مبدئين كده يا جماعة انا سيب لكم رابط تحت الفيديو بخانية الوصف الرابط ده لمجرد النقطة عليه سيفتح لك صفحة كانون الرسمية عشان نقدر نحمل معنا تعريف الطابعة وعي ظهر لك بالشكل ده التعريف الطابعة الكانون بيكسيما TR4640 وده شكل التعريف هنزل تحت شوية كده ونختار كلمة DOWNLOAD ثم نختار DOWNLOAD مرة اخرى ثم تنتظر لحد ما يتم تحميل التعريف وبعد اكتمال تحميل التعريف سنقفل الصفحة عادي جدا ثم نذهب للملف التحميلات او التنزلات اللي موجودة عندك ستلاحظ الملف اللي حملنا بالشكل ده ضغطت هنا عادي جدا بالموس ثم نختار YES ثم تنتظر لحد ما الملف يفك الضغط ثم ستلاحظ ان الملف اللي احنا في الكلمة الضغط ظهر بالشكل ده ونفس الاسامين سنختار عادي جدا ثم نختار ثاني اختيار DRIVE SETUP ثم نختار كلمة SETUP ثلاثة واحدة من تحت ثم نختار YES ثم سيظهر لك الكلمة القدامك سنختار NEXT ثم تختار القرى اللي انت قادت فيها ثم نختار NEXT ثم نختار YES وفي الخطوة دي لازم تكون موصل الكابل USB الواصل بين التوابعة والكمبيوتر او التوابعة واللابتوب سنختار USB ثم نيكست وهنا بيقول لك N-stilling يعني جاري التثبيت بتنتظر دقائق بس ممكن الموضولة يطول معك وده يعتمد على سرعة وميكانيات جهاز الكمبيوتر او اللابتوب اللي انت بتثبت عليه تعريف التوابعة بعد كده سيظهر لكم الرسالة اللي قدامكو دي ستختار EX وبكده عرفنا التوابعة عن طريق الكابل USB وتاني فقرة هنبدأ بها وهي تعريف التوابعة من خلال الروتر الواي فاي اول حاجة هنعملها هنختار زرار السيانة اللي هو عليه مفاك وبنضغطة واحدة عليه ثم هنختار WIFI SETUP ثم هنختار اختيار MANUAL CONNECT وهنا بيدور على الشبكات اللي موجودة عندك وانا الروتر بتاعي مسمي باسم CANON اللي هو اول راوتر افرد انا مش اول راوتر هنعمل ايه؟ بالزرار الاتجاه اللي مين ده هتدور على الروتر بتاعك ثم بعد ما تلاقيه هتختار OK ثم OK مرة اخرى وهنا بيقول لك دخل كلمة مرور التابعة مع العلم ان زرار النجمة ده بيحول الحروف من كبيرة لصغيرة لأرقام كيف نعرف ان القائمة ده بقى الحروف كبيرة؟ حرف A الكبير ده معناه ان الحروف كبيرة لو ضغطنا ضغطة واحدة على الزرار النجمة اتحولت لأرقام لو ضغطنا مرة اخرى اتحولت لحروف زغيرة والحروف ده ندخلوها ازاي؟ زي الموبايلات او الهواتف القديمة اللي كانت بزراير يعني عايز حرف C ستضغل الرقم اثنين تلات مرات عايز مازل حرف Z ستختار تسعة دي اربع مرات وهكذا ولو انت كتبت اي حرف غلط بتقدر تمسحه بزرار دوت اللي هو بيلجع خطة دوره فانا هلأخذ كلمة المرور وبعد ان اخذت كلمة المرور بالطريقة الصحية ستختار اوكي وهنا بيقول لك Connecting يعني جاري التوصيل او جاري الاتصال وهنا بيقول لك Connected يعني تم التوصيل اضغط اوكي طب على سبيل المثال الراوتر بتاعي انا عامله مخفي مش مرئي هنضع زروس هنا ثم نختار اول اختيار وفاسطة اوكي ثم نختار تاني اختيار manual connect اوكي ثم تنتظر ثم هتختار الاختيار اللي بالاخير زي ما انت شايفين كده باتجاه اليمين وهو Router Direct Input دخطها واحد عليه وهنا ستدخل اسم الراوتر اللي انت عامله مخفي وهنا بيدور على الراوتر بتاعك لو هو صح سيقول لك دخل الباسورد وكمل بقى الاعادات بتحتك عادي جدا لكن لو هو اسم الراوتر غلط سيظهر لك الرسالة اللي قدامك انه مش لايه اسم الراوتر بالاسم دوت ودلوقتي هنروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونسبت تعريف الطابع من خلال الراوتر الواي فاي فيلا بنا اول حاجة هنروح للتعريف اللي حملناه من موقع Canon ونفتحه عادي جدا ونختار نفس الاختيار دارف setup ونختار الاختيار اللابل الاخير setup نفس الاختيار بس هنعمل خطوة بسيطة ثم نختار yes ثم نقفل الصفحة عادي جدا ثم نختار next ثم نختار الكرة نختار next ثم نختار yes ونختار الاختيار اللي مكتوب عليه واي فاي وحتاجة IP زهر لك يعني الطابعة اخدت رقم IP نختار عادي جدا ونختار next ثم ننتظر لحد ما يتم تثبيت تعريف الطابعة و اول ما يظهر لك الرسالة للدامج دي معناه انك عرفت الطابع من خلال الروتر الواي فاي سنختار اكستر طب بالوقت انا عرفت الطابع مرتين مرة عن طريق الكابل اليو سبي و مرة عن طريق الروتر الواي فاي عاوز لما اجي اطبع ابقى اعرف ان انا مختار من انهي كابل اليو سبي و انهي من خلال الروتر الواي فاي الموضوع بسيط جدا سنختار control panel ولو ما لقيتهش عندك في صحيح المكتب سنعمل search ونبحث عليها نفتحها عادي جدا سنختار view devices under printers سنلاحظ التابعة متعرفة مرتين نريد ان نعرف انهي كابل اليو سبي و انهي روتر واي فاي الموضوع سعيد سنختار كابل اليو سبي من الكمبيوتر او اللابتوب سنلاحظ ان انهي انطفت لو ركبناها دلوقت حالا سنلاحظ انها اشتغلت معناه انهي من خلال الكابل اليو سبي يبقى ضغطة واحدة عليها ونختار printer properties و القائمة بالازرق نمسحها ونكتب كاب يو اس بي تمام ونعمل اوكي يبقى من خلال الكابل اليو سبي وده من خلال الراوتر الواي فاي سنضغط عليها ثم نختار printer properties ونختار Canon TR4600 series هذه الفاكس لا احد يلعب فيها نختار هذه لو ظهرت لك او ظهرت لك سنمسح القائمة الزرق ونكتب واي فاي يبقى من خلال الراوتر الواي فاي ثم اوكي يبقى كابل اليو سبي كما احنا واضحين وده واي فاي اذا سنظرنا اثناء الطباعة نقفل صفحة هذه عادة جدا ونختار اي ملف عندك او اي حاجة اتباحة عمتا الملف ده ملف هورد نريد ان نعرف كيف سنتباحها نختار فايل ثم نختار print ثم ننتظر لحد ما الطابعة تظهرين هنا وهذه قائمة الطابعات لو ضغطنا عليها ضغطة واحدة مكتوب واي فاي ومكتوب كابل اليو سبي يبقى انت كده لو اخترت كده ستطبع من خلال خاصية الراوتر الواي فاي ولو اخترتها كده ونزلت على كابل اليو سبي ماذا ستطبع تصطبع مكتوب اي invented الموضوع سهلي ماذا نتأكد من م laisse Solaris ه ان التابعة من تمام التارياسات الخاصة بالراوتر interviewed لو ضغطت على زرار طور得 واحدة ستظر لحظ كلمة وي فاي وجندها تردد معناها ان تارياسة من خلال الراوتر الواي فاي وهذا التردد اللي اصل بين التارياسة والراوتر أربع الأمر إذا فقط ما جرته ستجلها فشاك التارياسات مزيدا تحتاج كده من خلال الراوتر muita او اشتريت جهاز راوتر واي فاي جديد او حولت الراوتر من مخفي المرء او من مرء المخفي او لو انت حاطلت الراوتر في مكان بعيد جدا عن الطابعة فبالتالي كل شوية هتقطع وتتوصل معي وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى كنا لأعجبكم اتمنى الموضوع كنا لأعجبكم منتظر اي استشار لكم خصوص طبيعة الكنون كان معاكم احمد الساد من القناة الكنون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته